الحكومة تنفي زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات وزير الصحة يبحث مع مدير عام منظمة الصحة العالمية توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لأهالي غزة وزير المالية يؤكد وجود إقبال كبير على الاستفادة من تيسيرات استيراد سيارات المصريين بالخارج نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بزيادة تعريفة ركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات تزامنا مع تحرك أسعارها ومن جانبها نفت وزارة التنمية المحلية تلك الأنباء موضحة أن تعريفة الركوب لجميع سيارات النقل الجماعي والسرفيس بكافة محافظات الجمهورية ثابتة كما هي دون أي زيادة حيث لم يتم رفع سعر السولار وتم تثبيته عند ثماني جنيهات وربع الجنيه للتر الواحد عقد وزير الصحة وسكان الدكتور خالد عبدالغفور اجتماعا مع الدكتور تيادرس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية لبحث التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين على خلفية الأحداث في قطاع غزة وبحث الوزير مع مدير عام منظمة الصحة العالمية تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والخطط المقترحة لتوسيع نطاق المساعدات المنقذة للحياة لسكان المدنيين في القطاع هذا وتوافق الجانبان على حتمية توفير الأمان للفرق الطبية وأطقم الإسعاف لأداء مهامهم الإنسانية على الوجه الأكمل أوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سوها جندي أن هناك الكثير من الاستفسارات التي وردت من المصريين بالخارج حول الأوراق الثبوتية اللازم يتوافرها لإثبات شخصية المصري بالخارج وتمكينه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفين واربعة وعشرين وأوضحت وزيرة الهجرة أنه على الناخب إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج مصر عن طريق بطاقة الرقم القومي السارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي يأتي ذلك استمرارا لحملة شارك بصوتك التي أطلقتها وزيرة الدولة للهجرة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج شهدت إقبالا كبيرا خلال الأسبوع الأول بعد مدها لثلاثة أشهر تنتهي في الثلاثين من يناير المقبل حيث سجل نحو مائة ألف مواطن من المقيمين بالخارج طلباتهم إلكترونيا للانضمام لهذه المبادرة موضحا أننا حريصون على تقديم كل التسهيلات الجمركية لتوسيع قاعدة المستفيدين بهذه المبادرة من المواطنين المقيمين بالخارج